رحمة الله وبركاته حضور ستة آلاف مشجع أسوريا يحذر لعبي الزمالك ويرفع الحملة البدني موض مباراة الزمالك أمام زد ومفاجأة بشأن شيكابلا نبتدي باتحاد القرى يحصل على موافقة أمنية بحضور ستة آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبراميدز حصل اتحاد القرى على موافقة الجهاز الأمنية الجهاز الأمنية لحضور ستة آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبراميدز في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 والتي تقام 8 نوفمبر المقبل في السابعة مساء باستاذ القاهرة الدولي وتأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب أمبي وسيتم حسم الطرف الثاني للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر المقبل بين زمالك وبراميدز وحدد اتحاد القرى 13 مارس المقبل موعدا لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 ونجح زمالك في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المأولين العرب في دور الثمانية بسداسية مقابل هدف وحيد بينما نجح ببراميدز في التأهل للدور الذاتي بعد الفوز على البنك الأهلي بسلاسية دون رد جدير بالذكر أن مباراة زمالك وبراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر تعتبر مباراة مقررة من الموسم الماضي حيث التقل فريقان في نفس الدور ونجح وقتها الفريق السماوي في التأهل للنهائي بفضل رقلات الترجيح نروح لأسوريو وتحذير اللعيبة من الخسارة الثانية على التوالي حزر الكولومبي خون كارلوس أسوريو المدير الفني لفريق زمالك لعبي فريقه من مباراة زد والمقرر لها الجمعة المقبل حيث حذرهم من تلقي الخسارة الثانية على التوالي ماد الخسارة أمام نبي في الجولة الخامسة والتي انتهت اثنين واحد وأكد أسوريو للعبي على قوة فريق زد ورغبته الكبيرة في تحقيق الفوز على الزمالك كونه صعيدا حديثا للدورية الممتاز ويمتلك كافة مقاومات النجاح مما سيصعب المباراة على الطرفين استعدى زمالك لمواجهة زد ف سي في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاذ القاهرة الدولي في التباع السادس من عمر دوري نايل الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويق بالدورية المصري من خلال مواجهة بيراميز بالجولة الأولى للمسابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ثم تعدل بهدف لكل فريق مع المأولين العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من إنبي بهدفين مقابل هدف أوسوريو يرفع الحملة البدني في الزمالك استعدادا لمواجهة زد يرفع الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق زمالك الحملة البدني لللاعبين لتعويض الثمانية واربعين ساعة الراحة التي حصلوا عليها عقب الخسارة من إنبي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة زد أفسي والمقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع السادس من عمر دوري نايل ويرغب الجهاز الفني لفريق زمالك رفع معدل اللياقة البدني لدى اللاعبين مع معالجة أخطاء التمركز التي يقعون فيها بشكل مستمر وتؤدي لتعرض الفريق لاستقبال أهداف ومن ثم الخسارة مثل ما حدث في اللقاء الماضي أمام الفريق البترولي يا ريت والله يا أسوريو تركز في النوطة دي والزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري إن شاء الله التوفيق طبعا نتمنى له في كل مسارته التوفيق كل التوفيق للزمالك نروح موعد مباراة الزمالك وزد في دوري نايل والقناة النقلة يواصل جهاز الفني لنادي زمالك بكيادة القولومبي إخوان كارلوس أسوريو اليوم السلساء استعداداته لمواجهة زد أفسي عقب الخسارة من أمبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة باستاذ عثمان أحمد عثمان في الأسبوع الخامس من عمر دوري نايل وطلب الكولومبي إخوان سوريو من أفراد جهازه المعاون أعداد تقرير مفصل عن فريق زد يعمر حمنا شوية من التقارير ويغب المدرب في التعرف على فريق زد والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق وطريقة اللعب التي يعتمد عليها مجد عبد العاطي المدير الفني كما يرفض المدير الفني لزمالك ترك أي معلومة أو تفصيلة دون الوقوف عليها قبل المباراة أعملوا معروف ركزوا على الفرقة بتاعتنا على النقاط الضعف اللي بتحصل أثناء مبارياتهم بل كون جواب الفريق المقابل أنتوا ركزوا على الأخطاء اللي بتحصل مع نادي الزمالك في المطش هي دي الأخطاء لو تدركتوها الصغرات اللي بتأدي إلى دخول الأهداف فيكم أنتوا ركزوا عليها لكن تعدوا تدرسوا الفريق المنافس وفي الآخر نلاقي تشكيلة فيك وفي الآخر حاجات غريبة بتحصل مش عايزين الكلام ده يحصل ومش عايزين استهوان بفريق زاد افسي زي ما بتقولوا أنه فريق جديد ويحب يستعرض قدام نادي الزمالك يستعد الزمالك لمواجهة زاد افسي في السابعة مساء الجمعة المقبل بستادر قاهرة دوري في الأسبوع السادس من عمر دوري نايل تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة زمالك وزاد افسي في دوري نايل مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم القرى المصرية كلنا عارفين الكوكبة اللي قعدة ليل نهار في ستوديو تحليلي بتاع أون تايم سبورت بقيادة زيف زهر وزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج ياريت ياريت يحافظ عليها مفاجأة بشأن شيكابلة أوضح العلامي أحمد حسين ميدو رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن تجديد عقود سنائية الفريق الأول القراوي بالزمالك وأشار إلى عدم وجود استعجال من جانب مسؤول القلعة البيضاء من أجل تجديد عقد أي لعب إلا محمود شيكابلة وأحمد فتوح طب يا أخ ما الباية هيقولك إش معنى منتو لازم تعاملوا اللعيبة كلها واحد بدل ما كل واحد يتنطط بعد كده وأشار إلى أن الأبيض يريد تجديد عقد شيكابلة لمدة موسم جديد نظرا لأهميته داخل الفريق وهو لعب يستحق التحية والإشادة وأضاف أن شيكابلة يستحق اختيار وقت عز الزالة ووفق لما يريد ولازم الفارس الأبيض يرجع لشكابلة جزء من حقه وطلب إدارة الزمالك بسرعة تجديد عقد قائد الفريق لأنه تعرض إلى ظلم كثيرا الكلمة اللي هي يرجع لشكابلة جزء من حقه جمهور الزمالك وحب جمهور الزمالك لشكابلة ده يكفي شيكابلة لعمر كله ده هو ده حق شيكابلة ورصيده عند زمالك مفيش أي حاجة تاني ممكن تعوضه حب الجمهور لشكابلة ده يكفيكم عن أي عقد ممكن يعمله وأي أرضاء ممكن يتراضى بالمال هو حب الجمهور اللي هيفضل في قلبه طول عمره يعني شيكابلة لعب مميز لعب محترم لعب عمره ما كان قليل أدب عمره ما بيرد على الإساءة برغم الإساءة التي اللي تعرض عليها من الفريق المنافس والجمهوره لكن ما فكرش في يوم من الأيام يكتب شكوى أو يرفعها للفيفا معني ده من حقه وعلى فكرة الفيفا علشان فيه ناس بتزعل من كلمة الفيفا هي الفيفا ماشي ما تفرقش دي أو دي فهي شيكابلة لعب مميز تحية كبيرة لشيكابلة تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وعايزين تركيز في الملعب مش عايزين الجمهور يروح ويلاقي في الآخر ماتشزبالة ما يستحقش إنهم يحضروا يخوانا كفاية كده لما تدخلوا هدف من أول مباراة هيديكو دفعة هيديكو روح معنوية عالية تقدروا تقدوا بيها باقي المباراة لكن لما يدخل فيكو هدف من الفريق اللي أقصدكو بيخليكو تحبطو هتدوروا إزاي تردوا الهدف ده علشان بعد كده إزاي تكسبه وده ما بيحصلش غير نادر فعايزين تركيز في الملعب وعايزين تركيز من أسوره شوية في التشكيل اللي هو بيحطه لنادي الزمالك وعايزين لعيبة رجالة في الملعب تحية كبيرة لنادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك العظيم أكثر نادي تتويجا في القرن العشرين نادي القرن الحقيقي نادي القيم والمبادئ وتحية كبيرة لأعظم جمهور الجمهور المحترم اللي دايما وراء نادي الزمالك في إخفاقاته وفي نجاحاته تحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك العظيم